السلام عليكم في هذا الفيديو سنتعرف على مجموعة من الإضافات الحديثة الموجهة إلى برنامج بلندر مهمتها أن تساعدك في مشاريعك الخاصة كأن تكون إضافات مختصة بالتلوين أو الانيميشن أو غيرها من الإضافات اللي سنتعرف عليها من داخل هذا الفيديو في نهاية الفيديو طرح السؤال أتمنى أن تجاوبنا عليه بالتعليقات وتنطيني رأيك بخصوص هذا الفيديو شو الأمور السلبية والأمور الإيجابية لأن هذا يحفزنا أكثر ويخلينا أطور تقديم هذا المحتوى لا تنسى أن تتعاملوا بالتعليق في الفيديو يلا خلينا نبدأ بأول إضافة أبدأ بأول وظيفة إضافية اللي هي Alt Tab Colorful معناها علامة التبويب من أونة هذه الإضافة هي عبارة عن مجموعة من الإلوان تفتح بصفحة كاملة داخل برنامج بلندر على شكل طبقات لموقع التلوين المخصص كل الفلانين مصممون يعرفون أهمية الألوان داخل المشهد الألوان ببساطة تقدم لك حياة واقعية داخل أي مشهد الهدف من هذه الوظيفة هي تبسيط عملية تلوين المعقدة للمشاريع أكيد اللي مشتغلين على برامج 3D ومن ضمنها برنامج بلندر يجد متعباء عملية تحديد الألوان بالشكل يدوي للكانات وخاصة إذا عندك في مشروعك آلاف من النماذج باستخدام هذه الإضافة كل اللي عليك تحدد الكانات اللي تريد تلونها وتسوي عملية تطبيق الألوان المختارة ضمن خانة هذه الإضافة وصورة تلقائية طبعاً مطور هذه الإضافة سهل لك عملية تحديد الألوان بشكل تلقائي ما يحتاج أنه تتنقل من متصفح إلى متصفح آخر خارج بلندر كل اللي عليك تحفظ هاي الألوان بنقرج زر واحدة داخل خانة الإضافة وتستعملها بشكل مباشر من داخل البرنامج وبعد ما تختار مجموعة من الألوان وتحفظها داخل خانة هذه الإضافة على شكل طبقات طبعاً بكل طبقة بيها خمس ألوان كحد أقصى حالياً ومن بعدها أتحدد الطبقة اللونية اللي تشوفها مناسبة للمشهد مالك الإضافة الثانية هي مجموعة باقة أو حزمة باقة المطور لهذه المجموعة قدم أكثر من إضافة في هذه الحزمة لبرنامج بلندر تقسم على ثلاثة إضافات من حزمة باقة أول إضافة هي إضافة معدلات صغيرة الحجم هذه الإضافة مختصة بإضافة كائنات جاهزة اللي نطلق عليها تسمية الأصول تكون بداخلها أكثر من 600 أصل جاهزة تقدر تضيفها بصورة مباشرة إلى برنامج بلندر كذلك بعد إضافة أي مجموعة من هذه الكائنات جاهزة صار بإمكانك تعدل عليها من لوحة الإعدادات الخاصة في هذه الإضافة بشكل يدوي داخل المشهد أو أيضاً تقدر تتحكم بحجم الأصل من ناحية الارتفاع والعرض بما يناسب احتياجك كذلك التحكم في انتشار هذه الإصول بصورة عشوائية على أي سطح أنت مختار الإضافة الثانية هي إضافة تقدر تنشر من خلالها مجموعة من أوراق النباتات على سطح الكائن اللي أنت مختارة باستخدام خيار الرسم اللي موجود في برنامج بلندر وهذا يخليك توصل إلى أماكن دقيقة في هذه الإضافة بإضافة الأوراق بشكل احترافي وواقعي أكثر الإضافة الثالثة من هذه المجموعة هي إضافة مولد المطر أو إنشاء المطر بشكل أسرع على مشاريعك كذلك التحكم وضبط العدادات حسب ما يناسب اختيارك داخل المشروع التحكم يشمل سرعة المطر أو الكثافة أو ارتفاع قطرة المطر عند استدامها بأي سطح كذلك أيضا التحكم في مادة المطر من ناحية اللون الإضافة الثالثة هي إضافة الشيبيت إضافة الأشكال المتحركة وهي تعتبر من أهم الإضافات الحركة البسيطة لبرنامج بلندر الفكرة منها أن مصمم هذه الإضافة يحاول يخلي رسوم المتحركة الصغيرة أكثر سهولة أو أكثر سرعة من ناحية الإعداد والتجهيز للمشهد الخاص في رسوم المتحركة داخل بلندر أعتقد في المستقبل سيكون ضروري شرع هذه الإضافة خاصة بالنسبة لمصممي الأنميشن وهذا يخلي فكرة نجاح هذا المصمم 100% للمستقبل التي تحتوي من أشكال بها أكثر من 100 أنصر متحرك جاهز لإستخدام للرسوم المتحركة وهذا يعني عندك إضافة تتكون من مجموعة من نماذج ثلاثية الأبعاد المتحركة التي تضم مختلف الأشكال تستخدمها في مقاطع الأنميشن الأشكال تضم هذه المجموعة طبعا تشمل النجوم مثلثات الدوائر وغيرها من الأشكال الجاهزة بداخل هذه المجموعة هذه الإضافة ستوفر لك جهد ووقت المطلوب في صناعة مثل هيتش نماذج صغيرة ومتحركة أيضا هذه الإضافة مميزة بميزة عجبتني أكثر عندنا بإمكانك تحول أي شكل تختاره داخل البرنامج إلى بالون بصورة سريعة وبنقرة زر واحدة أيضا تحتوي على ميزة محاكات الكيبالات على بقية الأجسام الثانية إذا أنت من محبوبين العلميشن أو من اللي يهتمون بصناعة الرسوم المتحركة بشكل عام هذه الإضافة هي موجهة إليك إضافة الأوتو سمار وظيفة هذه الإضافة هي أضافة مسحات تلقائية إلى الرسوم المتحركة المستخدمة في المشهد هذه الإضافة تستخدم واحد من أهم التقنيات المستخدمة في الرسوم المتحركة اللي هي المبالغة كأن تكون المبالغة في حركة رسمة الشخصية أو المبالغة في حركة الشخصية 3D أيضاً تقوم هذه الإضافة بالتشويه الشخصيات أو أي كائن أثناء الحركة وهذا ينطبع بإحساس بالقوة والسرعة لذلك ويهاي الإضافة نقدر نضيف تشويه مبالغ بي للحركة بشكل تلقائي أو بدون أي جهب وأيضاً هناك عدادات خاصة نقدر من خلالها نحدد عدد المسحات اللي تريدها أو دقة التشويه أثناء الحركة وغيرها من العدادات اللي تخص المسح التلقائي هذه الإضافة أنا أعتبرها جداً مهمة بتحسين الانيميشن وبالأخص الـ 3D بالشكل عام وأخيراً أنهي هذا الفيديو في هذه الإضافة اللي سماها المصمم الريلاستيك توتش يعني اللمسة الواقعية وهي تعتبر من الإضافات البسيطة بين آلاف الإضافات الموجهة إلى برنامج بلندر بس رأي أعتبرها أهم إضافة موجودة حالياً أوكي سؤال موجه المتابعين شنو أهم الأجزاء المكملة في مشاريع الـ 3D أوكي أنا راح أجاوب بمكانكم مع ذلك اكتبوا لي الإجابة أيضاً في التعليقات الإجابة هي التركيب أو التكستر أو الألوان بشكل عام يعتبر من أهم الأجزاء الأساسية في انتهاء المشاريع وهذا هو الجانب المهم اللي راح تساعدك اللمسة الواقعية بتحقيقة حالياً أكثر من 200 مادة بدقة 4K ومواد تانية تقدر تستخدمها من خلال هذه الإضافة مثل الغبار أو التراب أو الخدوش وبقية المواد اللي تناسبك حسب مشروعك هذه الخطوة في التركيب بشكل احترافي تحسن منطر مشروعك بشكل أضب وأيضاً ما ننسى أنه هذه الإضافة تتعامل ويا برنامج بلندر بصورة مباشرة كل اللي عليك تسحب المادة وتخليها في منطقة الشيدر وهي جنقدر نعتبرها مكتبة أصول ولكن خاصة في المواد اللي تدعم خاصية السحب والإفلات في منطقة المواد هذه الإضافة مهمة أنصح في استخدامها لن راح أضيف لك لمسة واقعية على كل مشاريعك في برنامج بلندر